الحمد لله الحليم التواب الكريم الوهاب غافر الذنب وقابر التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد أتحدث في عجالة قليلة عن أسباب تأخر الفرج عن الإنسان الإنسان قد يدعو بدعوة أو يطلب شيئا من الله تعالى لكن الفرج قد يتأخر ولذلك أسباب السبب الأول عدم الاستعجال يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ربما أن الأمر يحتاج إلى استغفار أكثر وكلما استغفر الإنسان ربه أتاه بكل ما يريد إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربما يكون عند الإنسان شيء آخر هو سبب تعطيل الإجابة إن المسلمين استعصت عليهم مدينة من المدن مرة من المرات فبحثوا ما هو الشيء الذي عصينا فيه ربنا فلم يجدوا ما هي الطاعة التي قصرنا فيها مع ربنا فوجدوا أنهم قد نسوا السواك فقضعوا من جريد النخل واستاكوا فلما رآهم الأعداء قالوا إذا كانوا يأكلون جريد النخل فماذا سيفعلون بنا وفتح الله هذه البلدة بسنة ألا وهي سنة السواك ربما كان التأخر لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى مع كره الإنسان لتأخير الإجابة لكن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن تأخر الفرج أحيانا ليختبر الله صبرك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فكل هذه أشياء يعلم الإنسان أن تأخر الفرج لحكمة يعلمها الله تعالى والله هذا الشيء عن تجربة أنا أدعو الله سبحانه وتعالى مثلكم في بعض الأمور ومع ذلك لا أبالي إذا أتى الشيء أو لم يأتي الشيء إنما يعيش الإنسان بلذة وسعادة مع الله سبحانه وتعالى في تسهير مقاديره حسب وقوعها وفي كمال التسليم لله سبحانه فإن هذه هي السعادة الحقيقية أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة اليقين ولذة استجابة الدعاء وأن يعضي كل سائر سؤله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته